يعني لماذا ترضى باستمرار إطلاق النار وقتل الأبرياء وإسرائيل حاول التبرر أنها لا تريد إضرار الشعب الفلسطيني ولكنها تريد حماس التهديد ومصر أوضحت أن هذا الأمر لا ينهي حماس وأن هذا الأمر ينهي المدنيين ويقتل المدنيين وليس حماس وأن حماس لن تنتهي بهذه الطريقة فلم تجد إسرائيل بدا قاومت بعض الأيام وحاولت ولكنها كانت رفضة تماما للهدنة وكانت الحكومة دي حكومة يمينية متطرفة وحكومة صعبة صعبة المرس في التعامل ولكن لم يجد بد لأن هناك ضغوط وضعت إسرائيل في هذا الركن أنها لا بد من إنهاء هذا الأمر وما يقال في دهليز السياسة الخارجية ومصر تقوم بدور كبير الوزير الخارجية السيد سامح شكري بتوجهات مباشرة من القيادة السياسية الرئيس السيسي ذهب هنا وهناك اتصالات مباشرة من الرئيس السيسي بكل أصحاب القرار فلم يجدوا بدا من الرضوخ إلى هذا الضغط المصري وبالتالي لاحظنا حضرتك أن الهدنة حدثت بمفاوضات مصرية أمريكية قطرية دكتور سريعا جدا أنه موعد الموجز اقترب هل تعتقد تمديد أو هل تتوقع تمديد الهدنة لأكثر من أربعة أيام؟ دي محاولات مصر تقوم بها فعلا لمحاولة تمديد الهدنة لحد ما نوصل لحل أو على الأقل حيكون فيه هدن إلى وصول الحل وهذا هو المتاح وإن شاء الله سيشهد الأمر بعد ذلك دي أنا توقعها جدا لكن لا نستطيع تحديد تاريخ صحيح طبع أن تكون هناك مفاوضات جدة لأن الأمر أصبح على الطاولة معلنا ولن نعود إلى الوراء مفاوضات حل الدولة